سأخذ بالك حاجة حاجتين الحاجة الأولانية حسام غالي مش مجرد لعيب كورة هو حد فنان يعني موهبته مخلياه يرقى إلى درجة الفنان ما هو ده اللي يقدر يعيش بنص طاقته المبدع أيوة اللي يقدر بنص طاقته يعيش رقم اتنين انه بعد ما كانت الناس نفس الناس والله اللي كانوا بيحسبوه رجع مجاملة وقصتو كان له موقف انتخابي مع الكابت الخطيب والمجلس هم اللي رجعوه مجاملة ده اللي تقال هم نفسهم اللي قالوا لما الاهل لعب المطش بتاع الفجيرة في الامارات مرادونا طلب من ادارة النادي انه عايز حسام غالي وطلع يشكروا انه فعلا اللعب بنكهة اوروبية عالية وكتير من الناس بدأت تطالب انه يستمر وان الفريق محتاج قائد كابتن حسام البدري كان مدير فني في اكتر من حوار اكد انه حسام غالي لسه عنده القدرة على الاستمرار فبصوا هذا الهدف الرجع اللي كان جابه في الفجيرة كل النقاط كل المحللين كانوا يرون ان حسام غالي لازم يكون في كسر العالم ايوة وحتى هم بيتكلموا انا مع الوقت ان المهندس هنا بنيدر لغاية قريب كان بيتمنى يلم الموضوع ويرجع حسام غالي للمنتخب يعمل بنقص بقى خلاص بس خلاص لكن فكرة انك انت بعد كل ده وبعد ما رجعت تقول لكل الناس ان انا قادر قدي وقادر استمر حسام يقول لا بشخصيته وبسماته بقى الادارية وده اللي ربما اللي كانت خالت المهندس عدلي من كم حلقة فاتت يشاور عليه للمستقبل ان حسام بهذه المواصفات وبهذه الشخصية وبهذا التكوين الاهلاوي اوي واحد من عناصر مستقبل الادارة الاهلاوية